بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي حلقة خاصة حلقة مميزة للطلاب اللي حيلتحقوا بأداء الامتحان في الدور التاني احنا بنحاول على قد من يدر في الحلقات دي ان احنا نرجع لكم اكبر جزء ممكن من اجزاء المنهج وبنركز على الاجزاء المهمة اللي متوقع ان يكون فيها موضع اسئلة في الامتحان ان شاء الله اعزائي الطلبة والطالبات نركز مع بعض نحاول بقدر الامكان ندون الملحوظات المهمة اللي حنقول ركزوا على دي علشان الحلقات وقتها محدود فاحنا بنحاول نديكم اكبر استفادة ممكنة من الحلقة ان شاء الله تعالوا بينا اعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم وهي مراجع عامة لاجزاء المنهج الدراسي في مادة امراض النبات اول حاجة هناخدها مع بعض مفهوم علم امراض النبات طبعا احنا عارفين انه هو العلم الذي يختص بدراسة النبات المريض في الحقر ومنتجاته النباتية اثناء النقل والتخزين والتسويق وبتشمل الدراسة طبيعة المسبب المرضي ودورة الحياة والاعراض المرضية والظروف الملامة لانتشار المرض وطرق الوقاية والعلاج للمسببات المرضية ده باختصار مفهوم علم امراض النبات تعالوا بينا ناخد ايه هو الاهمية الاقتصادية لعلم امراض النبات طبعا احنا عارفين انه علم امراض النبات علم ملوش فوائد كتير هو علم بيسبب مشاكل وبسبب اضرار للاقتصاد الزراعي فاحنا هندرس الاهمية الاقتصادية من حيث الخسار المباشرة والخسار الغير مباشرة اولا الخسار المباشرة تشمل اول حاجة تلف التقاوي وموت البادرات اتنين موت جزء من النبات مثل التبقع تلاتة موت النبات كله مثل امراض الزبول اربعة تلف المحاصيل الزراعية في المخازن مثل امراض الاعفان والبكتيريا خمسة انخفاض القيمة التجارية للمحصول ستة عدم صلاحية بعض المحاصيل المصابة للاستهلاك الادمي تعالوا نستعرض عزاء الطلب والطلبات الخسار الغير مباشرة ولما اول خسار الغير مباشرة مقصود بيها التكاليف اللي بيتحملها المزارع نتيجة اصابته بالمساببات المرضية وتكاليف المقاومة والعلاج اول حاجة عندنا تكاليف مقاومة الامراض مثل علاج التقاوي وعملات الرش والتعفير للنباتات المصابة تكاليف التفتيش الحقلي على المزارع والحقول لحصر ومتابعة الامراض تلاتة تكاليف مقاومة الحشائش اربعة تكاليف الحجر الزراعي لمنع دخول او خروج النباتات المصابة او اجزاء منها الى داخل او خارج حدود جمهورية مصر العربية خمسة تكاليف الابحاث العلمية التي تجرى للوصول الى اجود الاصناف المقاومة للامراض والوصول الى افضل طرق المكافحة للمسببات المرضية دي الخسار المباشرة والخسار الغير مباشرة تركزوا عليها لانه ممكن تكون موضع سؤال في الامتحان طب ايه هو بقى المرض النباتي المرض النباتي هو كل تغير او تحول او انحراف عن الحالة الطبيعية التي ينمو عليها النبات ويؤدي ذلك الى نقص في المحصول وعدم قيام النبات بوظائف الحيوية على الوجه الاكمل وبيقل الانتاج من ناحية الكم ومن ناحية النوع والامراض النباتية بتنقسم لنوعين امراض جهازية يعني بتصيب النبات باكمله زي امراض الزبول والامراض الفيروسية وامراض موضعية يعني بتصيب جزء معين من النبات الورقة او الساق او الجزر زي امراض الاعفان والتبقعات طيب نستعرض مع بعض جزء تاني مهم اللي هو الاعراض المرضية ايه يعني اعراض مرضية هي تلك التعبيرات اللي بيظهرها النبات المريض ليعبر بها عن مرضه لانه هو لا يتكلم هو محتاج انه يقول لأي حد انا مصاب بمسبب مرضي فهيقول كده عن طريق ايه عن طريق الاعراض اللي بتظهر على الاوراق او على السمار او على الساق او على الجزر ليعبر بها عن مرضه وهي ناتجة عن التفاعل بين النبات المريض والمسبب المرضي والاعراض دي ممكن الاحظها بالعين المجردة او لازم تتفحص تحت الميكروسكوب او ممكن اقسها من حيث قيام النبات بوظافه الحيوية اللي هو القياس الفيسيولوجي اهم الاعراض المرضية اللي بتسببها مسببات الامراض اول حاجة احنا عندنا اربع اعراض رئيسية اللي هي التغير في اللون موت الخلايا والانسجة الزبول والتغير في شكل وحجم الاعضاء النباتي اول حاجة التغير في اللون يعني النباتي ياخد لون مخالف للون الطبيعي اللي هو بينمو عليه تشمل ايه الاسفرار التبركش او الموزايك والتلطخ وجزر الخضراء والتخطيط والاحمرار وتدهور وتكسر اللون وشفافية وتحزم العروك الجزء التاني اللي هو موت الخلايا والانسجة من ضمن الاعراض المرضية بتشمل التلطخ تبقع الاوراق سيتبقع البن في الفول البصرات زي الاصداء اللفحة زي لفحة الارز اللي هي الموت المفاجئة والسريعة لكل اجزاء النبات التسقيب موت الاطراف والتصمغ والتعفن وموت الاعضاء النباتية يعني موت الجزر او الساق او الاوراق الجزء التاني او التالت اللي هو الزبول الزبول طبعا عندي نوعين اللي هو زبول مرضي وزبول غير مرضي هناخد الزبول الغير مرض اللي احنا بنوال عليه الزبول المؤقت ده بيبقى ناتج عن عامل بيئية زي ارتفاع درجة الحرارة أو عطش النبات أو زيادة معدل النتح النوع الثاني اللي هو الزبول المرضي اللي هو الزبول المستديم بما ينقسم لقسمين اللي هو زبول البادرات يعني زبول النبات في مرحلة البادرة بيبقى ناتج عن إصابة فطرية زي فطر الفيوزاريوم أو البيسيوم أو الريزوكوتونيا ونوع الثاني اللي هو الزبول النباتات الكبيرة وده بيبقى نتيجة وجود التفعليات داخل الأنسجة الوعية مما يعوك النبات عن امتصاص الماء الحاجة الرابعة اللي عندنا من العراض المرضية اللي هو التغير في شكل وحجم الأعضاء النباتية بتشمل التقزم وصغر الحجم اتنين التضخم أو الزيادة في الحجم زي التدرون التاجي في الحلويات والتورد زي تورد القمة في الموز والإنسراكنوز زي إنسراكنوز سمار الموز والجرب زي الجرب العادي والمسحوقي في البطاطس والتشوه هناخد بقى النقطة مهمة أيضا اللي هي العلامات المرضية العلامات المرضية عزاء الطلبة والطلبات بتبقى خاصة بالمسبب المرضي هي تركيب خاصة بالمسبب المرضي نفسه وهي قد تكون تركيب خضرية أو تركيب سمرية وبتعتبر الدليل المباشر على وجود المسبب المرضي والعلامات المرضية المهمة اللي عندنا زي الغزل الفطري اللي احنا بنقول عليه الميسيليم اتنين الجسم الحجري وأنا حابب أنه تتعرف تعريفه اللي هو عبارة عن جسم صلب مكون من نسيج برانشيمي كاذب سميك الجدار عديد الأركان يكونه الفطر عند تعرضه لظروف بيئية غير ملامة وهي وسيلة من وسائل حفظ النوع وليس التكاثر وأيضا بتعتبر وسيلة من وسائل الانتشار المسبب المرضي ثلاثة الوسائد الهايفية أربعة الكويمة الكندية خمسة الجزر أو فطريات الحبال الرئيزومورفية ستة أعضاء الامتصاص هننتقل لنقطة تانية عزاء الطلبة والطالبات اللي هي المسببات المرضية واحنا عندنا المسببات المرضية بتنقسم لقسمين مساببات حية ومسببات غير حية هنقض أول حاجة المسببات الحية اللي هنقول لها الأمراض المرضية أو الطفالية كله بنفس المسمى وهي اللي بتسبب نتيجة إصابة النبات بكائن حي أو كائن طفلي وبتشمل الفطريات أنا عايزكم تعرفوا في الفطريات أهم حاجة أنها كائنات بتأخلو أجسامها من مادة الكولوروفيل ولا تجهز غذائها بنفسها ولذلك بتعيش متطفلة أو مترممة على المواد العضوية البكتيريا كائنات حية صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة ويمكن رؤيتها بالميكروسكوب الضوئي والبكتيريا ذات الشكل العصى والقسير هي أكثر أنواع الممرضة أو أكثر الأنواع اللي بتسبب أمراض للنبات وبتمتاز بسرعة تكاثرة بالانقسام السنائي البسيط الفيتبلازمة هي زي البكتيريا ولكن ليس لها جدار خلوي ولها غشاء بلازمي وهي وحيط الخلية طبعا أصغر كان حي معروف وأشكالها لإما كاروي أو كومسري أو حلزوني أو لولبي هنأخذ أيضا النباتات الزهرية المتطفلة والنباتات الزهرية المتطفلة هي نباتات لا تحتوي على جزور أو كلوروفيل بنقول عليه تطفل كامل زي الهلوك زي اللي بتطفل على الفل والطماطم والحمول اللي بتطفل على البرسيم والكتان أو تطفل ناقص لا تحتوي على جزور ولكن تحتوي على كلوروفيل زي نبات العضار اللي بيتطفل على الزهرية الشامية وقصب السكر ودي طبعا صور لمختلفة قادل اللي على يمين الشاشة معنا ده الهلوك واللي في نص الشاشة ده الحمول واللي في شمال الشاشة ده نبات العضار احنا طبعا بنستعرض في عجالة الأجزاء بتاعت المنج وحنركز على الأجزاء المتوقع يجي فيها أسئلة في الامتحان النماتو ده طبعا حيوانات ميكروسكوبية وديت المظهر بيطلق عليها اسم الديدان السعبانية ومعظمها بيوجد في التربة حول جزور النباتات وتؤثر تأثيرا مرضيا على نمو تلك النبات وانتاجياتها ودي طبعا صور للنيماتو ده ودي صور للأعراض المرضية ده نماتو ده تعقد الجزور ودي نماتو ده التدهور البطيء في الموالع التحالب تجمعات من خيوط نباتية بيسميها العامة بريم تحتوي على الكولوروفيل ولكن ليس لها جزور أو أشباه جزور ودي طبعا أشكال مختلفة من التحالب الفيروسات عبارة عن كينات دقيقة جدا ممرضة متطفلة تطفل داخلي وإجباري وليس لها تركيب خلوي بالمعنى المعروف هي بتتكون من غلاف بروتيني وديني ولا تكون أو ليس لها القدرة على النمو والانقسام بمفردها يمكن رؤيتها بالميكروسكوب الإلكتروني وبتسبب أمراض خطيرة جدا للنبات وأيضا للإنسان والحيوان الأشنات فطر وتحلب بيعيشوا معا معيشة تكافلية ولا تعد الأشنات من الأقسام الحقيقية للمملكة النباتية ودي طبعا صور مختلفة للأشنات المسببات الغير حية أو الغير معدية أو الغير طفائلية أو بنقول عليها الأمراض الفيسيولوجية هي تلك الأمراض التي تظهر نتيجة تأثير عامل أو أكثر من العوامل البيئية والغير ملأمة طبعا والأمثلة اللي عندنا كتير جدا زي زيادة الرأي أو العطش زيادة أو نقص العناصر الغذائية العوامل الجوية زي الضوء والحرارة والرياح وغيرها وطبعا عندنا أمثلة كتير جدا من الأمراض الفيسيولوجية زي القلب الأجوف والأسود في البطاطس ولسعة السمار المانجو والسقيع وزبول الأطراف في الموالع طبعا دي أشكال مختلفة من صور للأمراض ده القلب الأجوف اللي هو نتجة عن زيادة الرأي والتسميد الأزوتي ودي لسعة السمار المانجو طبعا نتجة عن ارتفاع درجة الحرارة هننتقل أعزائيات طلبة وطلبات لجزء مهم أيضا اللي هو طرق تشخيص المرض النبات أنا عندي نزلت المزرع أو خدت عينة وعايز أفحصها في المعمل إزاي أفحص المسببات المرضية وتعرف عليها بعدة طرق لإما المشاهدة والفحص الظاهري لو أنا عندي خبرة شخصية لإما استخدام النباتات الكشافة يعني نبات كشاف نباتات بتظهر عليها الأعراض المرض بسرعة وضوح نتيجة حساسيتها العالية للمسبب المرضي ورد فعلها السريع وأنا باستخدمها بزرعها قبل مزرع المحصول الرئيسي لكي أكتشف هل المسبب المرضي ده موجود عندي في الطربة ولا غير موجود أيضا من ضمن الوسائل استخدام الميكروسكوب الضوء العادي استخدام الاختبارات الكيموية استخدام الاختبارات السيرولوجية استخدام الميكروسكوب الإلكتروني وأيضا استخدام الاستشعار عن بعد واستخدام الاختبارات الحيوية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية والأحماض النووية اللي هو الـ D-N-E والـ R-N-E تعالوا نستعرضهم مع بعض في عجلة كده المشاهدة والفحص الظاهري استخدام النباتات الكشافة وأنا نطلقوا تعرفها وتركزوا على تعرفها جامد استخدام الميكروسكوب الضوئي العادي عزل المسبب المرضي وافتراضات خوخ التشخيص باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني طبعا ده بيستخدم في تشخيص الأمراض الفيروسية وهي الفايتوبلازمة الاختبارات السيرولوجية الاستشعار عن بعد اختبارات التكنولوجيا الحيوية المعتمدة على الأحماض النووي هناخد بقى جزئية مهمة أيضا اللي هي انتشار الأمراض النباتية ايه هي العوامل اللي بتساعد على انتشار وانتقال المسبب المرضي من مكان مصاب إلى مكان سليم طبعا بتشمل الرياح طبعا أهم طرق انتشار المسببات المرضية وبتنقل بزور الحشائش وجرسيم الفطريات الخفيفة الوزن التي تستطيع ان تنقلها رياح بسهولة أيضا من ضمن الوسائل المياه والمياه عندنا بتنقسم ثلاث أقسام مياه الري بتنقل مرض تصمغ الموالح مياه الأمطار بتنقل مرض الباضي الزغبي والندوة المتأخرة في البطاطس وأيضا مياه الري أو قطرات الندى بتنقل فطريات البياض الزغبي طبعا احنا بنستعرض فيه عجالة علشان الوقت بعد كده ثالث حاجة عندي الحشرات بتنقل الحشرات الجرسيم على أجسامها عن طريق النقل الميكانيكي أو إحداث جروح أو عن طريق إحداث فتحات في النبات بوسط الحشرات ذاتها مثل الفم الساقب الماص زي المن والزبابة البيضاء ودي من أهم أنواع الحشرات اللي تنقل الأمراض الفيروسية والأمراض البكتيري أيضا دي صور مختلفة طبعا دي زبابة الفكهة ودي د będą اللوز بتنقل حفة الجاف فيه اللوز والمن والزبابة البيضاء بينقلون أمراض الفيروسية زي مرض طوارض القمة في الموسى التقاوي طبعا التقاوي بتشمل كل الأجزاء اللي بتستعمل في اكسار النباتات إما المسبب المرض يكون داخل التقاوي زي مرض التفاحم الساب في القمح أو موجود على التقاوي من السطح الخارجي وده زي مرض التفاحم المغطى في القمح والشعير استماد البلدي طبعا بينقل جراسيم الفطر والأجسام الحجرية وبزور الهلوك والحمول والمثال اللي عندنا مرض العفن الأبيض في البصل المخالفات النباتية طبعا هي اللي بتبقى مخالفات المحصول من موسم لآخر وبتنقل الإصابة بالمسببات المرضية زي عروش البطاطس والطماطم وبتنقل المرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم أدوات الخدمة والعملات الزراعية زي المحارات والفقوس والجرارات كل دي بتنقل الأمراض النباتية أيضا الحيوانات والطيور والإنسان طبعا الحيوانات والطيور بتنقل المسبب المرضي عن طريق إحداث الجروح أو النقل الميكانيكي أو المسببات الموجودة في الرواس أو السباد البلدي بالنسبة للإنسان بينقل المسببات المرضية عند نقل التربة الملوسة أو البزور والشتلات المصابة أو استراد أصناف جديدة مصابة النماتودة طبعا بتنقل نقل ميكانيكي مرض خطير جدا مرض فيروسي اسمه الورقة المروحية في العنب ودي عراض المرض موجودة على أوراق العنب والقراط بينقل مرض مزيق التخطيط الفيروسي في القمح ودي صورة أعراض الإصابة بالمرض علاقة الأمراض بالبيئة يعني إيه علاقة الأمراض بالبيئة أعزائي طلبة؟ يعني إيه هي العوامل البيئية اللي بتساعد على انتشار المسبب المرضي أو العوامل البيئية اللي بتقلل من حدة الإصابة بالمسبب المرضي بتجمل عندنا عوامل كثيرة جدا الرطوبة والرطوبة نوعين رطوبة جوية ورطوبة أرضية أيضا درجة الحرارة الجوية ودرجة الحرارة الأرضية يعني ارتفاع الحرارة وانقفاض الحرارة وأيضا الخواص الطبيعية للتربة فيه طبعا من حيث القوام فيه تربة الخفيفة الصفراء بتساعد على انتشار النماتودة والتربة السقيلة بتساعد على انتشار مرض خناق القطن حمودة التربة الأمراض الفطرية بتلقيمها التربة الحامضية بينما الأمراض البكتيرية بتلقيمها التربة المتعدلة أو القلوية زي مرض الجرب العادي في البطاطس أيضا عندنا العناصر الغذائية عنصر النيتروجين بيدفع النبات إلى تكوين مجموع خضري كسيف وغض مما يسهل من إصابة النبات بي المسبب المرضي زيادة عنصر البوتاسيوم أو الفوسفور بيؤدي إلى تقليل الإصابة بالأمراض نتيجة زيادة سمك طبقة الكيوتيكل وصلابة الجدر الخارجية للخلايا فيه طبعا أسئلة تطبيقية على الجزء اللي احنا خدنا ده لو بقولك مثلا سؤال على الضرورة الاعتدال في استخدام الأسمدة الأزوتية اللي هي النيتروجينية لأن السماد الأزوت بيدفع النبات إلى تكوين مجموع خضري كسيف وغض مما يسهل من إصابة النبات بالمسبب المرضي سؤال تاني يفضل إضافة سماد السوبرفسفات عند الإصابة بمرض الجرب العادي في البطاطس طبعا لأن سماد السوبرفسفات بيعمل على زيادة الحموضة وتقليل الإصابة بهذا المرض الضوء طبعا تعرفين أنه فيه مسببات مرضية بتحتاج للضوء المباشر لكي تنمو وتتكاثر زي فطريات الأصداء وغياب الضوء بيؤثر بطريقة غير مباشرة على العائل نتيجة عدم قيام وبعانية البناء الضوء وحدوث خلل في العاملات الحيوية داخل النبات في سؤال علل بيقولك يفضل زراعة القمح بالطريقة العفير أو الطريقة البدار الإجابة لأن الطريقة العفير أو البدار بتقلل من نسبة الرطوبة في التربة وتقلل الإصابة بمرض التفاحم المغطى في القمح والشايل سؤال آخر يفضل زراعة القطن بطريقة الرمل والمضرب هنقوله لأن ذلك بيعمل على رفع درجة الحرارة وتقليل الرطوبة مما يعمل على زيادة سرعة الانبات وظهور البدارات وتقليل الإصابة بمرض خناق القطن هننتقل لجزئية مهمة أيضا في حلقة اليوم أعزاء الطلبة والطالبات اللي هي ديناميكية المقاومة في النبات للأمراض المختلفة يعني مقاومة المقاومة دي هي صفة طبيعية من صفات النبات وظهور الصفة بيعتمد أو ظهور هذه الصفة بيعتمد على التفاعل بين العامل الوراثية اللي هي موجودة في النبات أصلا وأيضا العامل البيئية المحيطة بالنبات يعني اللي نقدر نقول نسميها العامل الخارجية والعامل الداخلية والنباتات بتنقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية على حسب درجة قابلتها للإصابة نركز في الجزئية دي عشان ممكن ده موضع أسلة أول حاجة النباتات المنيعة هي نباتات لا تظهر عليها أعراض الإصابة إذا تعرضت لظروف ملامة لامتشار المرض النباتات المقاومة نباتات بتظهر عليها أعراض الإصابة بدرجة خفيفة لا تؤثر عليها اقتصاديا بينما النوع الثالث اللي هو النباتات القابلة للإصابة هي نباتات بتظهر عليها أعراض الإصابة بدرجة كبيرة وتؤثر عليها اقتصاديا مثل الأقمح الهندية بتعتبر شديدة الإصابة بصدق الساق تعالوا بقى نستعرض تصنيف المقامة في النباتات عندي أنواع كثيرة جدا مقامة البادرات مقامة النباتات الكبيرة المقامة الوراثية المقامة المورفولوجية عن الشكل الخارجي المقامة الكيموية المقامة الوظيفية والمقامة الظهرية والمقامة الحقيقية بتنقسم لقسمين مقامة وفقية وأيضا مقامة رأسية اللي يهمني بقى الجزء اللي جاي ده اللي هو تقسيم المقامة على حسب طبيعة المقامة بتنقسم إلى قسمين مقامة تركيبية ومقامة كيمو حاوية وهنعرف التعريفين المقامة التركيبية هي أنسجة أو تراكيب خاصة بتوجد في النبات قبل الإصابة أو تتكون بعد الإصابة بالمسبب المرضي وتسبب مقامة النبات للأمراض بتشمل ايه بقى اللي عندي أول حاجة موعيد فتح الصغر اتساع فتحة الصغر وأيضا كفاءة فتحة الصغر تاني جزء سمك طبقة الكيوتيكل اللي هو الطبقة الخارجية في النبات تلاتة سمك وصلابة الجذر الخارجية لخلايا البشرة سمك طبقة الإكسوديرمس وجود الخلايا الإسكالانارانشيمية زوائد البشرة والشعيرات كل ما كان فيه الأوراق محتوية على شعيرات أو زوائد كل ما كان الصنف مقاوم تكوين الأنسجة الفلينية علشان سد الجروح تكوين التليوزات علشان وقف انتخشار المسبب المرضي داخل الأنسجة الوعية اللي هي نبيب الخشب ونبيب اللحاء تكوين طبقة الانفصال ترسيب الصموق تغميد الهايفة وموت الأنسجة وفرط الحساسية هناخد بقى جزء التاني اللي هو المقاومة الكيمو حيوية وهي مقاومة بتحدث نتيجة لوجود مركبات كيموية بس المركبات دي مين اللي أفرزها ياولاد اللي أفرزها النبات وعلشان كده سميناها كيمو حيوية يعني فيه كائن حي هو اللي أفرزها خاصة بتكون موجودة في النبات لإما قبل الإصابة أو تتكون بعد الإصابة بالمسبب المرضي وتسبب مقاومة النبات للأمراض بتشمل عامل كثيرة جدا من ضمنها مركبات موجودة في طبقة الكيوتيكل إفراز مركبات سامة وجود مركبات سامة داخل خلايا النبات غياب بعض المركبات اللازمة للطفيل ودرجة حموضة خلايا النبات أيضا الضغط الأسموزي لخلايا النبات مركبات الفيتوالكسينات وتخليق بروتينات وإنزيمات جديدة وتكويل مركبات بتصبت عمل إنزيمات الطفيل عشر تكويل مركبات تقاوم فعل إنزيم الطفيل حداشر تخلص من أو معادلة سموم الطفيل حساسية النبات للطفيل هننتقل بقى لجزئية مهمة في حلقة اليوم اللي هي طرق مكافحة الأمراض النباتية يبقى أنا خدت الحد دلوقتي تعريف علم أمراض النبات خدت أيضا المرض النباتي يعني إيه؟ قلنا أمراض جهازية وأمراض موضعية والأعراض المرضية والعلمات المرضية وأيضا المسببات المرضية قلنا حية وغير حية أو طفيلية وغير طفيلية وطرق انتشار هذه المسببات وطرق تشخيص هذه المسببات وأيضا علاقة الأمراض بالبيئة وخدنا ديناميكية المقامة وحناخد جزئية مهمة جدا في حلقة اليوم اللي هي طرق مكافحة الأمراض النباتية بيتم مكافحة الأمراض النباتية بالعديد من الوسائل والطرق اللي بتعتبر أساسية في المكافحة وعندي ثلاث أهداف عامة لمكافحة الأمراض النباتية أول حاجة استبعاد المسببات المرضية أو الوقاية من المسببات المرضية أو إبادة المسببات المرضية لبقى أنا عندي أهداف عامة لمكافحة الأمراض النباتية للاستبعاد والوقاية أو الإبادة كل الطرق دي أو كل طرق المكافحة لهدف منها انتاج محاصيل جيدة وعالية الجودة من حيث الكم والجودة هناخد أول الطرق اللي هي الطرق التشريعية يعني طرق تشريعية قوانين بتصدرها الدولة بهدف منع انتقال المسبب المرضي من منطقة إلى أخرى سواء داخل الدولة الوحدة أو بين دولة وأخرى وأنا عندي الطرق دي بتشمل الحجر الزراعي وبيعتبر من أهم هذه الطرق أهداف الحجر الزراعي كثيرة جدا من ضمنها منع دخول أو استراد الكائنات المسببة لأمراض النبات الحذر من استراد النباتات حتى يتم التأكد من خلوها من الأمراض منع دخول أي نوع من التربة الملوسة بالطفاليات المرضية وفحص ومنع دخول الحويات أو الصناديق التي تحمل طفاليات ممرضة حنستعرض أيضا أهم ما يراعى عند استراد أي نباتات من الخارج يعني أنا لو رايح استورد أجزاء نباتية سواء كانت في صورة أجزاء خضرية أو بزور أو حتى حبوب للغذاء لابد أن استورد النباتات من دول غير موجود بها أي مرض الاستراد من دول بها حجر زراعي جيد الاستراد من مصادر موسوق بها الحصول على الشهادات الرسمية والدولية من المصدر والتي تؤكد خلوة هذه الشحنة من الأمراض فحص النباتات في المواني والمطارات قبل دخولها للدولة واستراد الأجزاء الأقل لإصابة مثل البزور وليه البزور؟ لأن البزور بتبقى أقل في نسبة الرطوبة وبالتالي بتبقى أقل عرضة للإصابة بالمسببات المرضية طبعا أنواع الحجر الزراعي زي ما أنا قلت لكم من شوية فيه نوعين حجر زراعي خارجي يعني بين الدولة والأخرى ومنه نوعين كامل وتنظيمي والحجر الزراعي الداخلي يعني داخل الدولة الوحدة والمثال اللي عندنا الحجر الزراعي الذي تم تفعيله على محافظات الواجه القبلي لمقاومة مرض العفن الأبيض في البصل هناخد بقى تاني طريقة من الطرق اللي هي الطرق الزراعية طرق الزراعية يعني كل الطرق الزراعية اللي بتهدف إلى تقليل الإصابة أو القضاء على الطفاليات الممرضة تحت ظروف الحقل وأهم الطرق المستخدمة أول حاجة عندي اتباع دورة زراعية مناسبة طبعا دي بتفيد في مقاومة المسببات المرضية اللي موجودة في الطربة واختيار الأرض المناسبة للمحصول أرض جيدة خصبة غير مالحة كل دي طبعا بتبقى عوامل بتؤدي إلى جودة النبات اللي بينمو في الطربة وبالتالي بيكون أكثر مقاومة للمسبب المرضي ثلاثة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند جمع المحصول ونقله وتخزينه اللي مانع حدوث الجروح وبالتالي المسبب المرضي بيدخل إلى النبات أو بيغزو النبات عن طريق لأما الجروح لأما الصغور لأما العديسات فكل مكان النبات أو السمار غير مجروحة أو مخدوشة بتؤدي إلى تقليل الإصابة بالمسبب المرضي اتباع طرق وموعد الزراعة المناسبة يعني الزراعة في المعاد المناسب والحصات في المعاد المناسب لاعتدال في الرئي وتنظيمه حسب احتياجات المحصول أيضا من ضمن الطرق التسميد الملائم من حيث السماد والكمية حرقه وإبادة الحشاش لأنه عائل بديل المسبب المرضي وأيضا بتشارك المحصول الرئيسي في المكان وأيضا في الغزاء إزالة العائل والطفيل طبعا دي في حالة الأمراض الفيروسية أو في حالة اليأس من علاج المسبب المرضي اتباع العاملات الزراعية السليمة التشميص وطبعا قلنا التشميص بيفيد في مقامة النماتودة وتعقيم التربة تغيير درجة حموضة التربة لما أخليها حمضية لو كان المسبب اللي عندي بكتيريا أو أخليها قلوية لو كان المسبب اللي عندي فطري زراعة النباتات الصائدة اللي هي النباتات اللي بيتجمع عليها المسبب المرضي ثم أتخلص منها لإما بالحرق أو بالدفن غمر التربة بالماء لمقامة المسببات المرضية وبزور الحشاش الموجودة في التربة الزراع بالأصناف المقامة هنستعرض جزئية بقى مهمة جدا إيه هي أهم التدابير والإجراءات الصحية التي تتبع لمقامة أمراض النبات أول حاجة عندي إعدام النباتات المصابة اتنين إعدام مخلفات المحصول تلاتة إزالة وإبادة العوائل المتبادلة اللي هو العائل التاني اللي بيكمل عليه المسبب المرضي دورة حياته في حالة غياب العائل الأساسي معالجة جروح الأشجار بعد التقليم بعد قطف المحصول لازم أعمل عملية علاج للجروح تجنب استعمال السماد البلدي الملوث نظراً لاحتواء على المسببات المرضية انتخاب تقاوي خالية من المسببات المرضية وزراع التقاوي معتمدة بشهادة رسمية تفيد خلوها من المسببات المرضية وتطهير أدوات التقليم بالديتول أو بمادة البيتادين وغسيل العيدي بالماء والصابون هنستعرض أيضاً الطريقة الثالثة من طرق مكافحة الأمراض النباتية اللي هي الطرق البيولوجية أو في ناس بتسميها المقاومة البيولوجية أو المقاومة الحيوية بتعتمد عليه المقاومة البيولوجية على استخدام الكائنات الحية الدقيقة في القضاء على المسببات المرضية الموجودة في التربة أو تقليل ضرارها عناصر المقاومة البيولوجية استخدام فطريات التضاد بتفيد في مقامة عفن البزور وزبول وموت البادرات اتنين استخدام بكتيريا التضاد بتفيد في مقاومة النيماتودة زي بكتيريا البيتي مثلاً اللي هي باسلس سيريونيشنسيس استخدام الفيروس البكتيري البكتيريوفاج استخدام الفطريات في مقاومة النيماتودة خمسة تغيير ظروف التربة لكي تكون اكثر ملاءمة للنبات واقل ملاءمة للكائنات الممرضة اللي هي المسببات المرضية تعالوا بقى نستعرض عزاء الطلبة وطلبات الطريقة الرابعة من طرق المقاومة اللي هي الطريقة الاساسية او محور المقاومة الاساسي في الوقت الراهن اللي هي الطرق الكيموية ليه بقى الطرق الكيموية بتحتل مصد مركز الصدارة بين باقي طرق المكافحة لثلاث اسباب اول سبب سرعة تأثيرها برش النهاردة بلاقي النتيجة مباشرة بقاء فعالياتها لفترة طويلة سهولة تنفيذها والمقاومة الكيموية استخدام المركبات الكيميائية التي يمكنها ان تقلل او تقتل او تمنع نمو وتجرسم الطفائليات الممرضة للنبات طبعا المقاومة الكيموية بتسمى احيانا بالمطاهرات الكيموية او بالموبدات الكيموية تنقسم بقى المركبات الكيموية الى قسمين مطاهرات سطحية يعني بتؤثر على المسببات الموجودة على السطح وهي بتبقى وقائية زي مركبات الكابريد او المطاهرات الكلية او الجهازية طبعا دي بتصل الى انسجة النبات الداخلية وهي تعتبر علاجية زي المضادات الحيوية او الموبدات الجهازية طبعا اهم المركبات الكيموية التي تستخدم في مقاومة الامراض النباتية عند مركبات الكابريد عند المركبات النحاسية عند المطاهرات الفطرية الجهازية عند المضادات الحيوية وعند الغازات والمدخنات الكيموية وعند المركبات المستخدمة في مكافحة النماتودة وهي مركبات عديدة جدا تعالوا بقى ننتقل لنقطة حديثة وطريقة جديدة من طرق مكافحة الأمراض النباتية اللي هي طرق استحساس المقاومة الطبيعية أو بنقول على تكوين المركبات الدفاعية ليه بقى احنا اتجهنا في التوسع في هذا المجال لأنه عندي المقاومة الكيموية لها أضرار كثيرة جدا من ضمنها الأسر الضار للمبدات الكيموية على صحة الإنسان وتلوس البيئة وصحة النبات والحيوان أيضا وأيضا بسبب أن الوسائل الزراعية والبيولوجية والتشريعية غير كافية للقضاء والسيطرة على الأمراض النباتية بمفردة عشان كده بدأت أن أنا أتجه لاستحداث أو استحساس المقاومة الطبيعية في النبات طب إيه هي بقى المقاومة المستحسة وتركزوا عليها لأنه ممكن تيجي في سؤال من الأسئلة هي دفع النبات إلى تكوين المواد المسؤولة عن المقاومة قبل حدوث الإصابة يعني أنا لسه مجاليش المسبب المرضي طيب لو حصل وحدث إصابة بالمسبب المرض إيه اللي يحصل؟ النبات عنده سرعة رد فعل لمقاومة هذا المسبب المرضي نقول التعريف تاني هي دفع النبات إلى تكوين المواد المسؤولة عن المقاومة قبل حدوث الإصابة وسرعة رد الفعل عند حدوث الإصابة طيب أنواع المقاومة المستحسة نوعين مقاومة جهازية مكتسبة ومقاومة جهازية مستحسة عشان لو جالك أكمل من أنواع المقاومة المستحسة هتقوله مقاومة جهازية مكتسبة ومقاومة جهازية مستحسة هناخد بقى تطبيقات على استحساس المقاومة في النبات ممكن الأسئلة هنا تجي لك في صورة أسئلة علل يعني هيقول لك علل لما ياتي تعريض نبات القمح الشتوي للبرد الشديد او رشب الاحماض الامينية هتقوله لمقامة الاعفان وايضا ان ما تود سؤال تاني علل معاملة نبات الطماطم بمادة البيون بيفيد في مقامة الفطريات وفيروس تجاعد اوراق الطماطم الفيروسي هعلل رش نباتات الخيار برشح من مزرعة فطر فرتسيليم البواتروم هتقوله لانه بيفيد في مقامة الفطر نفسه سؤال اخر هتقول لك علل رش المجموع الخضري لنبات الخيار بمركب فوسفات سوني البوتاسيوم هتقوله لمقامة مرض البياض الدقيقي سؤال اخر رش نبات الفول البلدي براشح من فطر بوترايتس فابا هتقوله لمقامة مرض التبقع البني في الفول تعالوا بقى نستعرض اعزائي الطلبة والطلبات اول مسبب مرضي من المسببات اللي عندنا اللي بتسبب امراض حية او امراض معادية او امراض طفيلية للنبات اللي هو الفطريات طبعا في نبزة عامة كده عن الفطريات قلناها في التعريف الاولاني عبارة عن كائنات حية دقيقة بتخلو اجسامها من مادة الكولوروفيل ولا تستطيع القيام بعملية البناء الضوئي ولا تجهز غزائها بنفسها بل تعتمد على كائنات اخرى او تعيش متطفلة او مترممة على المادة العضوية طبعا الفطريات زي ما هي بتسبب امراض لها منافع هنستعرضهم في عجالة كده لها دور هام في خصوبة التربة حيث تكون بتحليل المخلفات الزراعية بتستخدم بعض انواع الخمائر في انتاج الكحول بتستخدم الخميرة في تخمير العجين وايضا انتاج فيتامينات بي وفي الاغراض الدوائية بتستخدم في صناعة الخبز بتستخدم في انتاج الانزيمات وحامض الستريك كل دي منافع للفطريات بتستخدم كغزاء للانسان او علف للحيوان طبعا غزاء الانسان الفطر المشهور اللي هو فطر الماشروم او عيش الوراب سبعة بتستخدم في تسويت بعض انواع جبن زي الجبن الريكفور طبعا دي من انواع الغالية طبعا غالية السمن بعضها بيعيش معيشة تكافلية مع جذور النباتات زي فطريات المايكورايزا بعض الفطريات بتتطفل على الحشرات الضارة مثل انواع التي تتطفل على الزباب والجراد وبتفيد في المقافعة الحيوية للحشرات الاضرار طبعا ده اللي همنا بتسبب الفطريات امراض للنبات والانسان والحيوان كثير من الفطريات بتؤدي الى فساد الاغذية زي اللحوم والخضروات والفواكه ومنتجات الالبان والخبز والمربة والمخللات وبتسبب تحللها الفطريات ايضا بتسبب اضرار بالغة للاخشاب اللي بتبقى موجودة في الاماكن الراطبة وبتقوم بتحليل الجلود والمنسوجات والكتب المخزنة ايضا الفطريات بتسبب تلف للحبوب في المخازن او الحبوب المخزونة الفطريات ايضا بتسبب امراض خطيرة جدا للأسماك والحيوانات وكذلك بتصيب دودة الحرير ونحل العسل اللي هي بتؤدي الى خسار في طائفة نحل العسل وايضا في ددان الحرير طيب تعالوا نستعرض بقى مع بعض ايه هي المميزات العامة في الفطريات برضو المميزات العامة علشان مش تحفظوا اكتر من مرة ممكن تيجيبوها من التعريف اول حاجة لا تحتوي على الكولوروفل طبعا عارفين المعلومة دي ولا تقوم بعملية البناء الضوئي تتكون اجسامها من خيوط او هيفات متعددة الخلايا ليس لها قدرة ذاتية على الحركة عادة لا يوجد تخصص وظيفة بين اجزاء الفطر المختلفة اللي هي ظاهرة تقسيم العمل خمسة بتمتص غزائها في صورة محالية البسيطة ستة بتختازن الفائض من الغزاء على هيئة نشة حيواني بيسمى بالجيلايكوجين او على هيئة دهون بنستعرض مع بعض اينا تصنيف اخر على حسب طريقة حصولها على الغزاء عندي تصنيفين اللي هي فطريات متطفلة او فطريات مترممة الفطر المتطفل يعني بيعيش على انسجة حية او على كائن حي الفطر المتطفل المترمم بيعيش على مادة عضوية او كائن ميت طيب نختار بقى اول حاجة اللي هي الفطر اجبار التطفل يعني يحصل على غزاءه من كائن حي فقط او من انسجة حية نباتية سواء كانت نباتية او حيوانية زي فطريات البعض الزغب والاصدار اختيارية التطفل اختيار التطفل هي فطريات بالاساس مترممة اي تحلل المواد العضوية ولكنها تستطيع ايضا النمو متطفلة ان وجدت العائل المناسب زي فطريات الزبور الفطريات اجبارية الترمم بتعيش على المادة او بتحصل على غزاءها من تحلل المواد العضوية فقط والميتة مثل فطريات العفن الاسود في لوز القطن الفطريات اختيارية الترمم هي اصلا بتعيش على انسجة نباتية وبتعيش لفترة محددة ولما بتموت الانسجة النباتية بتستمر في النمو على الانسجة الميتة زي فطر الندوة المتأخرة في البطاطس والطمطن تعالوا بقى نستعرض تصنيف اخر اللي هو تصنيف الفطريات من حيث مدى تخصصها العائلي فيه عند نوعين فطريات غير متخصصة يعني بتصيب عوائل مختلفة زي مرض خناق القطن وفطريات متخصصة يعني بتتخصص في اصابة عائل واحد او عدة عوائل من جنس واحد زي التفاحم اللوائي في القمح والشايل طبعا تصنيف الفطريات الفطريات بتتبع مملكة الفطريات اللي احنا بنقول عليه كينجهم فانغاي وبتشمل قسم الفطريات الهلامية او اللازجة والنوع التاني اللي هي قسم الفطريات الحقيقية اللي احنا بنقول عليه ايومي كوتا تعالوا نستعرض اول حاجة اللي هي الامراض اللي بتسببها الفطريات اللازجة تعالوا نستعرض الصفات العامة في عجالة بتنتمي لقسم الفطرات الهلامية جسمها الخضر عبارة عن كتلة من البروتو بلازب عديمة الجدار عشان كده قلنا عليها فطريات لازجة او هلامية تتكاثر بتكوين جراسيم متحركة وحيدة النواة او جراسيم ساكنة كروية الشكل بتسبب امراض للنباتات العائلة الصليبية زي مرض واحد اللي هناخده اللي هو ورم الجزر الصولاجاني في العائلة الصليبية ومرض جرب المسحوقي في البطاطس والطماطق هناخد اول مرض عندنا اللي هي الامراض اللي بتسببها الفطريات اللازجة اللي هي مرض ورم الجزر الصولاجاني في العائلة الصليبية طبعا المسبب فطر الاعراض انتوا مفروض كلكوا تكونوا عارفينها اصفرار الاوراق وزبلها خاصة عند اتفاع درجة الحرارة ظهور انتفاخات كروية او مغزالية الشكل بتشبه الصولاجان على الجزر وكواعد السقان وتضخم الجزر الجانبية وبتظهر كاصابع اليد اللي احنا بنقول عليه التصابع اربعة موت النبات وتقزمه نتيجة تلف الاستوانة الوعائية طبعا دي صور مختلفة لأعراض المرض هناخد ايضا المرض ده كيفية حدوثه بيحدث عند تحرر الجراسيم بعد تحلل الجزر في الطربة وطرق انتشار المرض الماء الرئي والسماد البلدي والطربة الملوسة والشتلات الملوسة وانا بعمل مكافحة لازم اعمل عكس كل هذه الطرق الانتشار هناخد مع بعض الظروف الملامة انخفاض الحرارة ارتفاع الرطوبة وارتفاع الحموضة ايضا نستعرض مع بعض البكافحة انتاج شتلات في طربة غير ملوسة يعني استعمال شتلات سليمة عدم استعمال سماد بلدي ملوس تعقيم الطربة بالفرمالين او بروميد الميصيل اضافة الجيل المطفي للطربة الحمضية لتحويلها الى طربة متعادلة او قلوية لا تلائم الفطر واتباع دورة زراعية مناسبة وزراعة اصناف مقاومة تعالوا بقى نستعرض النوع التاني من الامراض اللي هي الامراض اللي بتسببها الفطريات البيضية طبعا الفطريات البيضية بتتكاثر جنسيا بالجرسيم البيضية يعني باسم اللي ايه الفطر الميسيليم فيها بيكون غير مقسم ومتعدد الانوية وبتتكاثر لا جنسيا بتكوين الجرسيم الاسبورانجية دي الصفات العامة للفطريات البيضية طبعا دي صورة بتبين لك الجرسومة البيضية وازاي بتتكون طبعا هناخد اول مرض بتسببه الفطريات البيضية اللي هي مرض موت البيضيرات احنا بنستعرضه في عجالة علشان مفروض احنا درسنا الحاجات دي قبل كده المسبب فطر والاعراض موت البيضيرات قبل ظهورها فوق سطح التربة او بعد انباتها فوق سطح التربة قلة عدد الشتلات طبعا من طرق المكافحة زراعة اصناف مقاومة معاملة البوزور بالمطاهرات الفطرية زراعة اصناف مقاومة اعزاء الطلبة تكتبوه في كل الامراض حتى لو مش كان موجود عندكم معاملة البوزور بالمطاهرات الفطرية المختلفة تبقى لتوسيات وزارة الزراعة دي طبعا برضو تكتبها في اي مسبب فطري الاعتدال في الري ومنع التزاهم الشديد بين البادرات زراعة بوزور نباتات الزينة في مواجير بها تربة خالية من الفطر او تعقم بمحلول الفرمالين 5% قبل الزراعة باسبوعين المرض اللي بعد كده مرض تصمغ الموالح ده بعن المسبب فطر وبينتشر في الوجه البحري والعراض تعفن القلف الشجرة قرب سطح التربة ويكون التعفن مصحوب بفرزات سمغية او التعفن تحت سطح التربة اسفرار الاوراق وجفاف اطراف الافرع وجود عفن بني على سمار المصابة كما عندي صور للمرض المكافحة استعمال اصول مقاومة زي النارينج يجب ان يكون منطقة الطعم مرتفع عن سطح التربة من مسافلة تقل عن 30 سنطي العناب بالرأي والصرف الزراعة على مسافات واسعة وتجنب احداث جروح او قدوش عدم ملامسة ماء رأي لجزوع الاشجار ويفضل الزراعة على مصاطب او بواكي والعلاج طبعا ازالة الجزء المصاب مع جزء من القلف السليم وبيتم ده ببسط سكين حاد ثم الديهان بعجينة بردوه المرض الثالث اللي معنا اللي هو الندوة المتاخرة في البطاطس والطماطم المسبب فطر بيضي والاعراض بقع مائية على الاوراق بتكبر ونمو زغبي على السطح السفلي للورقة موت النبات في حالة الاصابة الشديدة وصغر حجم السمار مع وجود عفن بني بها الاعراض على المصادر العدوة بقاء نباتات الجرسيم الموجودة في الهواء او مياه الرأي طبعا خدناها قبل كده الملامسة بين البادرات او الدرانات المصابة والسليمة في المخزن وزراعة درانات مصابة الظروف الملامة جو البارد الراطب والاراضي السقيلة طبعا على الطماطم برضو نفس الاعراض متشابهة وطرق انتشار المرض ايضا متشابهة هناخد المكافحة اتباع دورة زراعية يراعى فيها عدم تعاقب زراعة البطاطس والطماطم في نفس الحقل تخلص من مصادر العدوة كالعروش لان بها الجرسيم البيضية ممكن يجيلك سواء العلل العناية بخدمة المحصول وتسميد وتسميد متوازن الرأش باحد المطهرات الفطرية الموصب استعمالها من قبل وزارة الزراعة هناخد اخر حاجة في حلقة اليوم اللي هو امراض البيض الزغبي الميسيلم بغير مقاسم اجبارية التطفل داخلية والاصابة عن طريق الصغور وبتتكاصر لها جنسيا بالجراسيم الاسبرانجية وجنسيا بالجراسيم البيضية البيض الزغبي اعراض الاصابة بقع صفرق على السطح العلوي وقابلها نموات زغبية على السطح السفلي جفاف السمار الصغيرة وتشوه السمار الكبيرة دي طبعا اعراض المرض على العنب والمسبب فطر بيضي والظروف الملامة لانتشار المرض اللي هو رطوبة العالية ودرجة الحرارة المنخفضة المكافحة جامعة لأوراق المتساكة وعدامها تقليم الأفرع المصابة وعدامها وراش باحد المطهرات الفطرية الموصب استعمالها من قبل وزارة الزراعة بكده اعزائي الطلبة والطلبات نكون استعرضنا مع بعض معظم أبواب المنهج في الترم الأول وان شاء الله في الحلقة المقبلة نستعرض بقية المنهج في الحلقة المقبلة بإذن الله بكده عزائي الطلبة والطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته